دلوقتي بنتكلم عن مضاعف الضرائب بس في حالة الضرائب النسبية بنقول في حالة الضرائب النسبية بيرتبط مقدار الضريبة المحصل بمستوى الدخل المكتسب يعني يمكن التعبير عن هذا نوع من الضرائب من خلال المعادلة البسيطة اللي قدامنا T capital اللي هي الضريبة بتساوي T small ضرب Y على اعتبار أن T small ديت هي الميل الحدي للضريبة النسبية وبتكون الضريبة النسبية دلة متزايدة في الدخل وطبعاً بيكون قيمة الميل الحدي للضريبة اللي هي قيمة معدل الضريب ومن الممكن نحن نجمع طبعاً ما بين الضريبتين السابتة ونسبية في المعادلة البسيطة المتاحة أمامنا أن بنقول فيها أن T اللي هو إجمال للضريبة بساوي T0 اللي هو الضريبة السابتة زائد T small Y اللي هو T small Y ديت اللي هي الضريبة النسبية طيب الآن دلوقتي عايزين نعرف إزاي هنطلع مضاعف الضريبة النسبية بنقول دلوقتي هنفترض أن احنا في اقتصاد مغلق اللي هو بنقول فيه أن ال Y بيساوي السي الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الانفاق الحكومي وأن ما فيش برضو دور للعالم الخارجي مؤقتاً يعني هذا الافتراض مؤقت طيب والسي بتساوي طبعاً كما علمنا من قبل أننا بتساوي ال� A زائد ال B في الدخل المتاح ال Y دي وبنقول أن الدخل المتاح ما هو إلا الدخل ناقص الضريب ال Y ناقص T وبنقول أن T هنا بتاعتنا اللي هي T small ضرب ال Y اللي هي الضريبة النسبية يبقى على هذا الكلام بنقول وعلى زاء يعني ما نأخذ في اعتبرنا كل ما ذكرناه فيما يتعلق بي دالة الاستهلاك بنقول أن السي في النهاية بتساوي ال� A زائد ال B افتح قوس ال Y ناقص T Y طبعاً ال I هي ال I0 وال G هي ال G0 هنشيل دلوقتي ال I0 ونشيل دلوقتي ال I ونحط بدلها I0 ونشيل ال G ونحط بدلها ال G0 ونشيل ال C ونحط بدلها المقدار ده كله كل هذه الأشياء هنشيلها ونعوض في معادلة الدخل القومي كما ذكرنا مراراً وتقراراً يبقى إن بنقول دلوقتي ال Y هيتساوي ال A زائد ال B ضرب ال Y ناقص T ال Y اللي هي قيمة دلقة الاستهلاك اللي احنا حصلنا عليها هنا هي بنشيلها ونحط قيمتها بعدين بنشيل ال I ونحط بدلها I0 ونشيل ال G ونحط بدلها G0 وطبعاً كل الخطوات ديت قريباً سبتة في كل ما سبق ذكره ايه اللي احنا هنعمل دلوقتي هنضرب دلوقتي ال B في ال Y هي بقى دلوقتي الخطوة اللي بعد كده هضرب ال B في ال Y وبعدين ال B في السالب T Y على النحو والتالي شوفوا ال Y زي ما هي ال A زي ما هي وبقول ال B في ال Y بال B Y بعدين بقول ال B في السالب T Y بسالب B T Y وال I0 كما هي وال G0 كما هي طيب خلاص تمام الخطوة اللي بعد كده عندي هنا B Y هي وعندي B سالب B T Y هنا هي هجمع ال Y كله في الطرف الشمال مع ال Y اللي في الشمال دي يبقى إذن الخطوة اللي جاية تجميع ال Y كله في طرف واحد اللي هو في الطرف اليسار على النحو التالي يبقى ال Y نزلت زي ما هي البي واي هنا موجب هتروح اليمن التاني بإشارة سالبة والسالب بي تي واي هنا موجودة بإشارة سالبة هتروح اليمن التاني بتبقى إشارة ايه موجبه الكلام ده كله بيساوي ايه بيساوي السوابت بتاعتي اللي هي الا زائد الاي زير وزائد الجي زير طيب الكلام ده هاخد ايه الخطوة اللي بعد كده هاخد الواي عامل مشترك لما اخد الواي عامل مشترك ايه اللي هيحصل لما أخذ ال-Y عام المشترك يبقى ال-Y يتفضل منها إيه؟ يتفضل لواحد صحيح طيب وما أخذ ال-Y هنا هيتفضل إيه؟ هيتفضل السالب B طيب بعد كده ما أخذ ال-Y هنا هيتفضل إيه؟ هيتفضل لموجب ال-B-T إيه في القوس؟ الكلام ده بيساوي السوابت بتاعه طيب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هقسم الطرف اليمين والطرف الشمال على القوس القوس اللي عندي اللي هو مين؟ 1-B زائد ال-B-T خلاص مأسم الطرفين اليمين والشمال على القوس هحصل على المعادلة النهائية اللي هي بتقول إن ال-Y بيساوي 1 على 1 ناقص B زائد ال-B-T والكلام ده كله ضرب القوس ال-A زائد ال-I 0 زائد ال-G 0 يبقى أنا بقول دلوقتي المقدار اللي أنا حصلت عليه دوت المقدار دوت اللي هو أنا بعمل عليه بالمؤشر ده 1 على 1 ناقص B زائد ال-B-T هو ده قيمة المضاعف بتاع الضرائب النسبي يبقى أنا بقول دلوقتي إذن في حالة عدم وجود ضرائب سابتة في حالة عدم وجود ضرائب سابتة يعني وجود ضرائب نسبية فقط فإن مضاعف الضرائب النسبية سيكون على النحو التالي دلتا Y على دلتا T Y بيساوي 1 على 1 ناقص B زائد ال-B-T طب يفرض فيه عندنا ضرائب سابتة مع الضرائب النسبية يبقى كل الحكاية اللي هتحصل إن البسط بتاعي هيبقى فيه سالب B يبقى نفس المعادلة هي هي بس البسط هيبقى فيه إيه؟ سالب B لأن سالب B تعبر عن الضرائب القانون بتاعها بتعبر عن الضرائب السابت يبقى لو نلاحظ القانونين زي بعض بالضبط بس الفرق بين الضرائب السابتة والضرائب النسبية إن في الضرائب السابتة فيه هنا واحد لكن في الضرائب السابتة مع النسبية هيبقى هنا سالب B طب افرض إحنا في اقتصاد مفتوح وفيه ضرائب سابتة وضرائب نسبية يبقى المضاعف الضرائب بتاعنا بيساوي إيه؟ يبقى المضاعف في الحالة ديت بيساوي سالب بي على واحد ناقص بي زائد بي تي وزود عليهم في المقام تاني الام اهو شفتوا الام يبقى ايه الفرق بين القانون ده والقانون ده والقانون ده القانون ده ده مضاعف الضرائب النسبية فقط طيب القانون الثاني ده ده مضاعف الضرائب النسبية مع الضرائب السابتة طيب ايه الفرق بين ده وده ان البست بس الانتين زي بعض بالزبط بس حطنا في البسط سالب b لكن هنا كان في واحد لكن هنا في سالب b طيب ايه الفرق بين القانون اللي في الوسط ده والقانون الأخير اللي اتنين زي بعضه برضو بس كل الحكاية ان نزودنا في المقام اللي هو الميل الحدي للاستيراد اللي هو الام طيب نشوف بعد كده مثال يعني سهل في قضية مضاعفة ضريبة بقولك اذا علمت ان الميل الحدي للضريبة طبعا الميل الحدي للضريبة هنا يبقى المقصود بيها الدريبة اللي ايه النسبية بيساوي 25% وأن الميل الحدي اللي استهلك 80% إيه المطلوب يا سيدي؟ واحد احسب قيمة مضاعف الضريبة اتنين احسب مقدار التغير في الدخل التوازني إذا علمت أن حصيلة الضريبة الثابتة كانت زادت بمقدار 500 مليون دولار كلام سهل وكلام واضح بنقول بسي خلي بالك من حاجة يعني لاحظ بسي وجود ضرائب نسبية ليه عرفنا أن فيه ضرائب نسبية؟ الأول هتقول لي فيه ضرائب نسبية لأنه أنت قلت لي الميل الحدي للضريبة بيساوي 25% طالما فيه حاجة اسمها الميل الحدي للضريبة يبقى دايق من الميل الحدي للضريبة النسبية لأن الضريبة الثابتة ثابتة ليس لها ميل حدي فهي ثابتة يبقى أنا عندي دلوقتي ضريبة نسبية حيث أن الميل الحدي للضريبة النسبية يساوي 25% وعندي برضو ضرائب ثابتة في المثال 500 مليون دولار طيب نشوف المطلوب الأولى احسب قيمة مضاعف الضريبة يبقى أنا دلوقتي هستخدم دلوقتي أي قانون من القوانين اللي أنا استخدمتها من قبل هل هو قال لي إن فيه تجارة خارجية؟ قال لي لا ما جابش خالص كلام عن إن فيه ميل حد للضريبة يبقى أنا مش هستخدم دلوقتي القانون الأخير بتاع الاقتصاد المفتوح يبقى طيب هل هستخدم القانون الأولاني بتاع الضريبة السبتة لحاله؟ لا مش هستخدمه أمال هستخدم مين؟ هستخدم القانون اللي بيحتوي على الضريبة السبتة والضريبة النسبية يبقى مضعف للصمار فيه يبقى بيساوي سالب B على 1 ناقص B زائد BT يبقى سالب أميل الحدي الاستهلاك بيساوي كام يا سيدي؟ قال لك الملي الحدي الاستهلاك ساوي 80% يعني هيبقى سالب 80% على 1 ناقص 80% الكلام دا زائد 80% في الميل الحدي للضريبة اللي هو 25% يعني بيساوي سالب 8 من 10 على 4 من 10 يعني بيساوي سالب 2 يبقى قيمة مضاعف الضريبة في الحالة بتاعتنا ديت اللي هي بتاعت الضريبة النسبية والضريبة السابتة مع بعض تلاقي اللي في المضاعف الضريبة السابتة والنسبية مع بعضهم البعض طلع بكم؟ طلع بسالب 2 ده قيمة مضاعف الضريبة وهو المطلوب الأولاني المطلوب الثاني يحسب مقدار التغير في الدخل التوازني إذا علمت أن حصيلة الضريبة الثابتة قد زادت بمقدار 500 مليون طيب حاجة بسيطة خالص بنقول أساساً أن مقدار التغير في الدخل بيحصل إزاي؟ بالدلتا Y بيساوي قيمة المضاعف في الدلتا T طيب دلوقتي إيه الدلتا Y بتساوي كم؟ هو ده المطلوب الامة أر بتساوي كم؟ سالب 2 سالب 2 في الدلتا T الدلتا T بكم؟ ب500 ب500 ندرب 500 في السالب 2 هنحصل على سالب 2 في 500 بتساوي سالب ألف يعني إذن تغير الدخل القومي بمقدار أو نقص الدخل القومي بمقدار ألف مليون دولار نتيجة زيادة الضريبة السابقة بمقدار 500 مليون دولار